صباح الخير يا هايدي صباحك يا رشا كيفة؟ تمام كيفك أنت؟ تمام الحمد لله نحنا اليوم هيكي بلشنا ببداية أسبوع الجي ديوة بداية هذا الصباح ما شاء الله تحمل لأننا ولألكم كل الخير الصحة وجبران الخاطر ويكون هيكي يومنا مع الأشخاص اللي منحبوا بحياتنا الأشخاص اللي دائما بيعطونا القوة اللي يقلونا أنه نحنا قادرين نتخطى أي صعوبة بحياتنا يا رب الخير لألكم ولأن مشوارنا الصباح يبلش معكم وكالعادي ضيوفنا من مجالات مختلفة وأخبار أهلينا بالمحافظات السورية ضمن التقارير ضمن حلقتنا لليوم وأكيد أرجع لعندك يا هايدي يا سيد صباحك من جديد وأكيد صباح الأكبر لألكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وأسبوع جديد وهذا اليوم عم يطلع علينا وعم يخبرنا أنه لسه في أمل بالحياة ولسه في بدايات جديدة وفرص جديدة لسه في أحلام وأمنيات رح نحقق رغم كل الظروف الصعبة والأوضاع الصعبة اللي عم نمر فيها إلا أنه لازم دايما نتأمل أنه الأيام الجاية هي أفضل وأحسن إن شاء الله يا رب يعمل خير بكل مكان أكيد مشاهدينا مشوارنا الصباح يبلش معكم نترافق نحنا وإنتوا لمدة ساعة ونص من الوقت مع فقرات عديدة ومنوعة رح تكون اجتماعية وطبية وقانونية وأكيد رح نتعرف على أخبار التقص ولكن فاصل صغير ومنبلش وأكيد مشاهدينا قبل ما نبدأ أولى فقراتنا ومحطاتنا على اليوم خلونا ننتقل مباشرة لأرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث اللي تشكلت بمثل هذا اليوم خلونا نتابع كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتستجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة من استرجاعها مع بداية كل صباح اليوم 18-20 الثاني خلونا نتعرف على أبرز هذه الأحداث بعام 1987 حريق بمترو أنفاق لندن يقتل ويصيب المئات بعام 2013 ناسا تطلق مسبار مافين إلى المريخ بعام 2019 مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1949 الممثل المصري أحمد زكي ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1962 نيلس بور عالم فيزياء دينماركي وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1922 أما هذه هلأ خلينا بداية نستعبل أول ضيوفنا لليوم ونروح للمساحة الطبية واليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نتعرف على أورام المثاني وهو أكثر أنواع السلطان انتشارا وحسب دراسات طبية قالوا فيها أنه بصيب عدد كتير كبير من الأشخاص ويروح لإصابة الغشاء المخاطي بالمثاني وللأسف هذه الأورام بتحمل خلايا سرطانية وحسب دراسات طبية أكدوا فيها أنه أيضا الرجال ينصابوا فيها أكثر من النساء وممكن أنه تصيب أي عمر من الأعمار اليوم ما بين الأسباب وطرق هاليوم طرق الوقاية والكشف المبكر لهذا السرطان عم يكون أساس أيضا بنجاح الشفاء طبيا رح نتعرف على تفاصيل هذا الورام كيف نحنا اليوم قادرين نتعرف على أعراضه الوقاية منه ورحلة العلاج واضفنا لليوم هو الدكتور أحمد رامي عيسى أخصاء جراحة بولية وتناصلية سعى صباحك دكتور سعى صباحك سعى صباحك والتلفزيون والإخبارية السورية مشكورين على الزاوية المضيئة الطبية التي تحسن وترفع من وعي الناس تجاه مشاكل طبية أهلا وسهلا دكتور ومداراتها والكشف المبكر عنها واجتنا اليوم دكتور أهلا وسهلا دعنا بداية عن دكتور نحن اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم وحساس هذا النوع من السرطان فينا نقول ما في اليوم إضاءة ما في تسليل تدوء على هذا الموضوع على أهميته على أهمية الكشف المبكر نحاول ضمن صباحنا وضمن هذا الشهر أنه نحكي عنه ونوعي أكتر الناس عنه عن أهمية الكشف المبكر مثل ما ذكرت حضرتك دعنا بداية قبل ما نفوت بتفاصيل هذا المرض نتعرف نحن ولمشاهدين شو منقصد بأورام المثاني أورام المثاني مشكلتها شائعة جدا وزاد انتشارها حاليا مشكلتها أنه غير عرضية لا تترافق بألم لا تترافق بحالات ملفتة للنظر راجعة الطبيب العلامة الوحيدة معرض هي العلامة الوحيدة هي البيل الدموية قد تكون البيل الدموية عيانية بيشوفها المريض بعينه وقد تكون مجهرية تكشف صفة بتحليل بول وراسب عادي هذا الموضوع يستدعي استقصاءات تانية أبسطها وأقلها رضاً للمريض وأقلها كلفة قوي إيكل الجهاز البولي إيكل الجهاز البولي على مساني ممتلئة بيوجه الطبيب كثير نحو وجود شيء تنشؤ أو آفي مشبوهة بالمساني إلى خطوات لاحقة هي تنظير المساني لاحقاً وتشخيص المرض طيب دكتور اليوم حضرتك عم تذكر أنه ما في غير عرض وحيد وهو الدم بقلبه اليوم ممكن يكون تأشير أنه في مشكلة بالمساني ويروح للتشخيص ما عنا غير هذا العرض طيب خلينا نروح قبل ما نحكي بتفاصيل أكتر نحكي عن أنواع هذا الأورام هل هو نوع واحد أو أكثر من نوع عم يكون ضمن المساني؟ هي الأورام تخص الظهارة البولية اللي تبدأ من الحويضة والحالب من الكليب اتجاه المساني مع ظهارية المساني النوعين صراحة هو النوع الحليمي والنوع اللاطي الأشياء التي سي سي هو هو اللي أحساب الظهارة البولية هو الأشياء والأكتر مصادقة ما يعني هذا المصطلح دكتور؟ خلينا بس نوضح أكتر لك الحدي عم يشوفناه شكل الورام أثناء ما بيشوف الطبيب بالبطنزير شكل حليمي أشبه ما يكون بيشبه لكياها بالتعبير الطبي مثل طحالب البحر بيكون كأنه عم يسبح صباحة بالضمن المساني اللاطي بيكون اللاطي عبارة عن قتلة أحساب جدار المساني طبعاً تمييزه بالنسبة للطباء كتير كتير سهل هذا الموضوع وعادة اللاطي أشد خبساً ولو أنواع متعددة لأنواع تتعلق بدرجة خبس الخلايا ودرجة الارتشاح بالعضلية أو الحيس حول المساني أو الانتقالات البعيدي ونحن من سوق حظنا أنه بمجتمعنا عم يراجع كتير مرضى بمراحل متأخرة كانت الأول بالبداية أو من زمن كانت الشريحة الأكثر عمراً هي الأكثر مصادفة وإصابة بهذا المرض بس عم نصادف حالياً شباب بأعمار صغيرة كتير بأورام شديدة الخبس وكتلة كبيرة تشغل المساني تمام دكتوري بعد ما حكينا عن الألواع وذكرت حضرتك أنه هذا المرض ممكن يكون موجود بشكل كبير عند الكبار السن ولكن عم تلاحظوا اليوم وجودوا عند فئة الشباب دعنا نحكي معناتها عن الأسباب اليوم الأسباب الشائعة لحول أمراض أورام المساني يمكن بيقول لك في أسباب معروفة أو غير معروفة كيف نحن اليوم خلينا نعرف كيف ممكن يكون موجود في أورام المساني؟ في عوامل متهمة أثبتت الدراسات علاقتها المباشرة بحدوث أورام المساني المواد الملونات والمحليات الصنعية والمواد الحافظة للمعلبات متهمة وبشدة المادة الرصاص اللي بيشتغلوا بالمطابع اللي بيشتغلوا بالمدخرات البطاريات الكوتشوك معامل الكوتشوك متهمة وبشدة في أسا عوامل تانية بطر بيقولوا التدخين كمان إنه دور التدخين بالموضوع تدخين أساسي رقم واحد تركناها لآخر شيء دائماً هو دكتور المتهم الأول لكن وقت اللي تقول اتهام اليوم ما في دراسة تب يتأكد لا في دراسة أكيد مو تدخين المعامل اللي ذكرت حضرتك قلت اتهام اليوم في دراسة تب يتأكد أنه الأشخاص بيشتغلوا مع هذا الأنواع من الشغل ممكن يكونوا عرضة أكثر؟ قطعاً هلا في بأوروبا كنا في مدينة بفرنسا كان في معمل الإطارات السيارات مشلان فكانت الإصابات واضحة نسبة إصابات عالية جداً في مواد مسبتي بالنسبة للملونات المحليات الصنعية والمواد الحافظة متهمة لحد هذه اللحظة ولكن ليست مسبتي بشكل نهائي التدخين فيه مادة تطرح بالبول هي مصرطة قولاً واحداً وسبب رئيسي بحدوث أوران المساني لكن هذا الكلام لنكون دقيقين علمياً لا يعني أنه كل مدخر سيصير معه أوران المساني وهي الموضوع أنه كيف يصير أو ما يصير هون طب دكتور اليوم كنا نتوسع شوي بالأعراض ولكن حضرتك جزمت اليوم أنه هو عرض وحيد ما ممكن أنه يستشعر المريض غير من خلاله أنه أنا عندي اليوم مشكلة ومفروضة عجاء الطبيب خلينا نروح لرحلة التشخيص اليوم حدا زارك وعنده هذا العراض خلينا نحكي كيف اليوم تشخيص الحالة التحاليل صورة مراقبة حتى اليوم نتأكد أنه نحن اليوم في ورم خبيث وما في شي تشخيص بعمل تشابه بمرض آخر ممكن حالة خاصة أنه يراجع المريض بالشكاية تانية مثلا ممكن إذا ورم المساني اجتاح صماخ البول اللي هو نهاية الحالة بمصب البول بالمساني إذا اجتاح وأدى لأغلاق الصماخ رح يصير فيه استثقاء بالكلية توسع وهذا التوسع رح يراجع المريض بشكاية غير البل الدموية غير التلون البول رح يراجع بألم بالخاصرة ناتج الأستثقاء الكليه بالدراسة والاستقصاء بالإيكو أو بالتنظير رح يبين أنه ورم المساني مشتاح الصماخ وأدى لأستثقاء وتوسع بالكلية جاواز اليوم تطور ممكن يراجع المريض بهك حالي عادة المريض ممكن طبيب اختصاص تاني أو طبيب عام أو كذا تكرر وجود الكوريات الحمر بالبول بكميات كبيرة أو هو يلاحظ أن البول أحمر فيراجع مباشرة الإجراء الأول والبسيط هو إجراء إيكو جهاز بولي فقط طبعا ما بتفيدنا بهيك حالي لا تحالي للدموية ولا الاستفصاءات التانية الإيكو بالبداية بعد ممكن نلجأ نحنا بعد الإيكو لتنظير المساني طبقي محوري لتحري نوع الكتال لتحري إختراق الأنسجة حول المساني المسيج الشحمي إذا فينا قائل بعيدة كل هذا الدراسات اللاحقة تمام طيب خلينا نحكي عن طرق الوقاية اليوم نحنا كيف ممكن نحمي حالنا اليوم من أورام المساني الوقاية هو الابتعاد عن المواد المتهمة أو المثبت علاقتها بأورام المساني الوقاية الحقيقة هي الصحيحة هو الكشف الدوري أورام المساني مظلومة تجاه الأورام التانية هي أشد خبسا وأكثر انتشارا وأمراضيتها عالية والبقية بنسميها البقية عمر المريض بأورام المساني أقل من الأورام التانية وفي حملة كشف عن سرطان البروستات مبكر يفترض يكون فيه كشف دوري كل ستة شهر أو سنة للمراكز وزارة الصحة إيكو روتيني فقط لا غير للجهاز البولي بشكل دوري وروتيني هذا بيساعدنا كثير بالكشف المهركين طيب دكتور خلينا نروح للعلاج ورحلة العلاج وقبل ما ننتقل للعلاج بالسؤال حضرتك اليوم مذكرت أسباب اليوم الوراثي والجينات إلا علاقة أيضا بهذا المراد نحن نعرف أنه السرطان دائما الأطباء بيخبرونا إذا فيه جينات بالعالي إذا حدا من الطرفين فيه بيكون يعني مهيئ أكثر الشخص اليوم للإصابة هل يوم أورام المساني أيضا إلا علاقة بالوراثة؟ لم يثبت حتى الآن علاقة بالوراثة أبدا طيب خلينا نروح للعلاج اليوم وقت حضرتك تعمل التشخيص والإيكو التنظير الطبقي المحوري واليوم تأكد الطبيب أنه اليوم فيه خلايا فيه أورام سرطاني موجودة بالمساني إن كان خلينا نقول بالمرحلة الأولى أو المرحلة المتقدمة بخطورة هذا الورام اليوم شو هو البرتوكول العلاجي لحضرتك؟ الخطوة الأولى الأساسية إجراء تجريف لورام المساني عبر الأحليل بالمنظر وإرساله للطبيب تشريح المرضي طبيب تشريح المرضي بيحدد درجة الخلايا سوء الخلايا هل يوجد اختراق للعضلية أو لا يوجد هل يوجد انتشار للحيز حول المساني أو لا يوجد وبناء على درجة خبس الخلايا انتشار الورام حول المساني أو نقائل بعيدة تلحط خطة العلاج ممكن نحن إذا ورام منخفض الدرجة أنه نحن نعطي حق كيماوي داخل المساني بعد التجريف طبعا في مواد مختلفة ودرجة فائتها تتفاوت والقاعدة الزهبية بهذا الموضوع مريض ورام المساني اللي يخضع للتجريف والمراقبة لازم تنزير مساني كل ثلاث شهر بالسنة الثانية ممكن نحن إذا شفنا التناظير الأربع تناظير بالسنة الأولى طبيعية بالسنة الثانية كل ستة شهر بس نحن لحد الخمس سنوات إذا التناظير كانت كله طبيعية يعتبر شافي طبعا إذا ما كانت طبيعية؟ إذا ما بيصير تجريف مرة تانية وتقدر حجم الإصابي وصوغ الخلايا وبعدين يحط بروتوكول تاني ممكن إذا كان في درجة انتشار واختراق للعضلية ممكن نحن نلجأ لأستقصال المساني الجزري والتحويل البولي التحويل البولي على طريق الخاصرة بيكون دكتور؟ أحدها فيه إما تحويل البولي مستمسك عروي معوية تصنع بدل المساني وبتتفاغر مع الإحليل وبينزروا الحوالي بالإياه عندنا كمان تحويل البولي غير مستمسك على الخاصرة عندنا كمان تفميم حوالي بعد جلد عمر المريض بيلعب دور حالة المريض العامي والتحمله لزمن من التخدير له علاقة بهذا الموضوع فكل الأمور هاي بتحكم نصد بعض وأكيد ويمكن لما نقول لدكتور سرطان يعني استفرحلة طويلة من العلاج من الوجاع من الألم إن كان للشخص المصاب أو حتى الأشخاص يلي حواليه اليوم قلينا نحكيها كمان عن الحالة النفسية ديش ممكن تلعب دور اليوم للشفاء من هذا المرض أو ممكن تزيد من مضاعفاته حالي بالنسبة للمريض حالي مسهلي أبداً وسرطان ليس سهل أبداً بس المتابعة المريض والتزامه بالتعليمات والتنظير المنتظم له دور كبير في هذا الموضوع بس نبقى نتاع أمام حالة سرطان قولاً واحداً وفي حالات شفاء أنا بعرف مريض اكتشفت له بنيب مساني بتفاجأ بالاستجواب قبل 45 سنين مجرف بوليب مساني لم يحدث نكس خلال 45 سنين بعد 45 سنين تماماً صار عنده نكس بالمساني فهذا الموضوع المراقب والمتابعة من قبل المريض وعيه لحجم المشكلة له دور أساس بسعد أكيد دكتور أدي اليوم نسبة الشفاء خلينا هيك اليوم نطمن كل حدا عم يشوفنا اليوم وصح هو اليوم مثل ما ذكرت حضرتك من أشياء السرطانات ومن أكثر السرطانات يعني خلينا نقول صعوبة وما كتير على فكرة في إضاءة عليه يعني اليوم أنتم وهمتكن كأطباء دائماً يكون في حملات توعية كرمال الكشف المبكر خلينا هيك نطمن من حضرتك اليوم في حال وجود هاي الأورام بيئة المساني أدي نسبة الشفاء على الإنزار جيء الإنزار إذا كان المريض ملتزم ونوضع الإصطباب الصح ونشغل الإصطباب الصحيح بزمنه الإنزار مقبول وليس جيد لأنه هي أوران ناكسي أصعب من غير أنواع بيجوزينها دكتور تماماً لماذا التنظير كل ثلاثة شهر نحن نفهم المريض أنه وين ما بأي مشفى كان بأي عند أي طبيب أنه إذا حدث عنده نكس ليس يعني هذا الكلام أنه العملية غير ناجحة النكس يحدث بمكان تاني بدمن المساني يكون في خلايا مجهرية بزمن التجريف الأول ما نظهره ما في شيء على المخاطئ بس هذا النكس تطور واتطورت لورم بعد زمن بذلك التنظير بس هو هو من ورم سي ما نوجيد أبداً نحاول دكتور نحن نرفع في المعنويات يعني الوعي في مرضى استقصال المساني بيعيشوا 20 سنة و25 سنة عندما بينشغل استقصال المساني بالاستطباب الصح عاشوا 20 و25 سنة و25 سنة المراهنة على الوعي على ثقافة الوعي والكشف المبكر الوعي الأساس بأضم يمكن اليوم أمراض عديدة ممكن تصيب المساني ونحن نحكي هلأ ونتعرف على أورام المساني أو سرطان المساني كمان عنا دكتور اليوم شي اسمه التهاب المساني خلينا نحكي عنه اليوم من الفئة العمرية اللي ممكن ينصابوا فيه خلينا نوضح الأسباب اللي ممكن تكون موجودة وأكيد يعني كل شي ماذا يتعلق بالالتهاب المساني التهاب المساني يحدث عند المتوسطات بالعمر أكتر شي وإلو أنواع كتير صراحة من الأمراض المزعجة جدا يحدث عند النساء بشكل خاص وكأعراض مؤلم جدا الحاح بولي زحير مساني متشابهة مع أعراض الأورام دكتور لا الألم الألم عرض أساسي بإلتهاب المساني لأن الحاح البولي والزحير المساني الشعور المريض أنه خاصة الأنثة أنه بدأت تكون باستمرار عن حمام معبيلة دموية وأغلب الأحيان عيانية في مننا التهابات مساني جرسومية في مننا التهابات مساني غير جرسومية خلالية بنسميها غير جرسومية طبعا ما في تشابه بين اثنين أبدا طبعا دكتور خلينا نصحح بعض المعلومات الشائعة عن هذه الأورام بداية الأطفال هل هنن عرض للإصابة بهذا الورام أو لا نحن اليوم في عمر محدد ممكن يصير فيما بعد نادرة جدا 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 عند الأطفال ولكن موجود في هذه الحالة صدفة حالات شفناها نحن بعمر 22 سنة بعمر 25 أو 40 بس عادة هي عند الشريحة الأكبر عند كبار العمر تماما يوم ليش دراسة الطبية عم تثبت أنه اليوم الرجال أكثر عرضة بالإصابة بأمراض بسرطان أورام المساني تماما مصادفة مثل أورام الكولون عند الرجال مصادفة أكثر من النساء تمام طيب دكتور هذا الورام ممكن يمتد وينتشر لباقي أعضاء الجسم ممكن يسبب اليوم خلل بأحد هذه الأعضاء ورم مساني قطعا ممكن يؤثر على الكليتين بيعطيها حسب الإصابة إذا اشتاح الورم سماخ الحالي ورح يترافق بمشكلة بالكلية انسداد مجرى البول بس نقائل لا عادة ورم الجهاز المفرغ إذا كان على مستوى الحويضة أو الحالب بيعطي نقائل على المساني حكما أما ورم المساني نادر جدا يعطي نقائل باتجاه الكلية أما بيعطي نقائل باتجاه الهيكل العظمي ممكن يعطي للرئتين طيب دكتور خلينا مسك كمان معلومة دائما نحن نسمع طبيا أنه وقت يكون في خلية سرطانية بمكان ما بي الجسم ويروح الطبيب للجراحة الجراحة تكون عامل مساعد لانتشار هذه الغلايا السرطانية هل طبيا هاي المعلومة صح أو لا؟ هذا مفهوم خاطئ 100% طيب ليه في هذا التعميم لهذه المعلومة أنه ما كانت بدايته لو ما عامل جراحة كان نسبة الشفاء أكتر ولكن اليوم أنه الجراحة كان سبب بالانتشار أو ضل على العلاج الكيماوي كان أفضل اليوم طبيا شو رأي الطبيعة الحديث؟ لا هذا المفهوم خاطئ عند العامة تماما أنه متى ما خدشت السرطان فهو رح ينتشر هذا الكلام خاطئ تماما إذا كشف أصلا استقصال الورم بزمن باكر سواء ورم سدي أو ورم كلي أو أي إصابة سرطانية استقصاله بزمن باكر بساعد كتير 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 بالشفاء الكامل وفي حالات كتير شفاء كامل عند وجود الاستضابة الجراحة الباكر بس ذكرت حضرتك نقطة مهمة جدا دكتور عن الاستقصال الورم هل يمكن الشخص يضطر فعلا يوصل لمرحل أنه لازم يلجأ لهذا النوع من العلاج لأستقصال الورم ممكن تكون الحالات متقدمة؟ في قايد لاين عالمي نحن متقيدين فيه استضابات الاستقصال أين تلاستقصال الجراحي في قايد لاين لهذا الموضوع وكل الأطباء يفترض يكونوا ملتزمين بهذا الموضوع فمو المريض اللي بيحدد هذا الشيء الطبيبي بيحدد وفق حالة المريض أكيد في خيارات تانية في علاج كيماوي في علاج شعاعي المساني تشعير المساني بس هذا بحالات لا يمكن إجراء العمل للجراح يمكن لجوء له خيارات تانية طيب الوقت منقول طبييا ما نحن ما فينا الطبيب اليوم ما نقادر الروح للإجراء الجراحي اليوم فيه أشخاص عندهم أمراض عندهم أمراض بيحمل أمراض تشكل عام خلنا نقول ضغط سكر أمراض قلبي أوعية دموية اليوم الطبيب يقول لك أنا ما فيني غامر بمريدي بعملية جراحة كرمال الأورا شو هلن أكتر الأمراض اللي ممكن اليوم يمنع الجراح من أنه يدخل على مغرفة العمليات المشاكل القلبية اللي تمنع زمن التخدير اللي بتعرض المريض لخطورة قلبية عالية المريض السكري معرض للخطورات العالية طبعا أي مريض يخضر للعمل الجراحي يفترض ينعمله استشارات كاملة طبيب التخدير بيطلب استشارة قلبية أو استشارة غدية لمرض السكري بيحدد الطبيب أنه هذا المريض هل يمكن يتحمل زمن هذا العمل الجراحي زمن ما نه قصير أبدا إذا كانت حالته الصحية لا تتحمل هذا الشي فهو يلجأ لطباء الأورام للمعالج الشوعي أو المعالج الكيموي تمام ويمكن لما بدنا حديثنا مع حضرتك كنا نحكي عن شيء اللي ممكن يسبب الأورام المثاني إن كان وجع كتير كبير ممكن يحس فيه هذا الشخص أو ألم طيب اليوم نحنا مبدئيا قبل ما نلجأ للطبيب شوية الحالات ممكن اللي منقدر نحنا نسكن هذا الوجع شو ممكن ناخد أدوية معينة تكون بداية لما توجهنا لطبيب عادة مريض الورام يتألم مريض ورام ممساني تحديدا يتألم عند حدوث النقائل سواء النقائل العظمية النقائل العظمية عادة مؤلمة جدا وعادة تستجيب بالبداية للمسكنات العادية بيوصل لمرحلة المسكنات العادية لا يستجيب إلى أبدا يستجيب مسكنات مركزية مورفين الدرامدول الأمور وهذه عادة وزارة الصحة نظم هذا الموضوع عندما يتشخص بشكل جيد المريض بيوصل وصرف من قبل وزارة الصحة بشكل مدروس لأن هذه مواد صرفة كثير 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 حزر في ناس تأخذ بشكل عشوائي كمان يمكن اليوم الانسان اللي عنده وعي وثقافة إدراك تببيا اليوم ما نهو بحاجة ريصة اليوم للترامدول وهذه المسكنات يعني نروح للأجراء الأبسط وهو الكثف المبكر دكتور اليوم الشخص اللي بدخل ظرفة عمليات وبيكون الأجراء الطبي هو إزالة المساني أو التصرف طبي ما اليوم بعد العملية فيه حياة جديدة هذا المريض دخل خلينا نقول دي يتعود على الشيء جديد من كان من الطعام من كان من الشراب يعني حياة فيه ممنوع وفيه مرغوب ونحن نعرف كل ممنوع هو مرغوب بالنسبة لهذا المريض اليوم كيف حياة وبدأ تكون بعد العملية في جانب حياة المريض بعد العمل الجراحي الكبير في جانب النفسي وجانب الفيزيولوجي كجانب فيزيولوجي هو يمارس حياته الطبيعية نعم من ناحية الأكل من ناحية الشرب من ناحية أي شيء بس المهم بهذا الموضوع تأهيل المريض نفسيا من المحيط اليوم ومن الطبيب أيضا طبعا لأنه في كتير مرضى موضوع تقبل تحويل بولي على الخاصرة في كتير مرضى نفسيا ما بيتقبلوا هذا الموضوع ممكن المحيط إذا ما تفهم الحالي كمان يضايق هذا الشخص بشكل أساسي المريض المحيط ممكن يتأقلم أكتر بس المريض هو اللي بيعاني هو اللي مفروض يتأهل لهذا الموضوع طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الفئة الأكبر كبار السن اليوم نسمع بيصير معهم مثل سلس بولي خلينا نوضح أنه هذا المصطلح كتب بأسبابه يعني عن أعراضه بشكل عام سلس البول عند أي شريحة عن كبار السن حسرا نسمع أنه كتير بيكون شائع ومنتشر رجال بشكل عام نساء ورجال أسباب السلس البول عند النساء تختلف نوعية من سلس البول سلس البول بالراحة وسلس البول الجهدي نعم سلس البول الجهدي الناتج عن الولادات المتكررة ضعف بعضلات الحوض يصير السعال العطسي للحركة الفجائية هذا السلس البول الجهدي وهذا له طريقة علاج جراحية طبعا له عمليات خاصة سلس البول الجهدي وتلغي سلس البول الجهدي 100% مشكلتنا نحن مع سلس البول بالراحة اللي فيصير عند المريضات السكريات بالدرجة يقول لها اعتلال مساني سكري أو أمراض عصبية اعتلال العصاب ممكن يصير عندهم سلس البول بالراحة فممكن المريضات يكون عندهم سلس البول مختلط سلس البول بالراحة مع سلس البول الجهدي فتنعمل العملية لسلس البول الجهدي بيصفى عند المريضة الجزء الثاني اللي هو سلس البول بالراحة لا تلغي العملية صحيح عند الرجال أسباب أخرى خطأ طيب دكتور بآخر دقائق اليوم مرأة الوقت معك بشكل كتير كبير اليوم يحدث إضاءة أكتر بموضوع الكشف المبكر من قبل الوزارة الصحة مثل ما في توعي وإضاءة على سرطان البروستات والسرطان السدي أو رام المثاني خطيرة جدا كشف روتيني كل ستة شهر أو كل سنة بمراكز الوزارة الصحة جهاز الإيكو طبيب أشاعة بمرر الناس بسيكة روتيني على مساني ممتلئة إيكو روتيني بيكشف في كثير من حالات كشف مبكر وتكشف أورام وبوليبات المثاني بزمن باكر ويكون فرصتنا بالعلاج كبير كثير 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 لماذا تعملوا حملات دكتور اليوم تشاركية بينكم وبين أطباء كان نفس الأختصاص حملات على الفيس حملات على التوعي يعني دائما يكون عندكم مشاركة مع الناس دائما أي حملة التوعية وتسقيف حول هذا أي موضوع طبي إذا كانت منظمة من قبل جهة صحية معينة بتاخذ صدق أكبر دكتور بدي أتشكر حضورك لليوم وهيك نتمنى الصحة والسلامة لكن الحد اليوم رافقنا على هو الإخباري السوري الدكتور أحمد رامي عيسى أخصائي جراحة بولية واتناسولية شكرا لحضورك نوات صباحنا وإلنا لقاءات أخرى إن شاء الله أكيد نشكرك كثير دكتور أحمد على كل المعلومات الطبية المهمة لصحتنا جسدي أهلا وسهلا فيك وأكيد نحن مكملين معكم بمشوارنا الصباحي خلينا نتقل مباشرة نشعر أن نتعرف كيف رح تكون أحوال التقص بالأيام القادمة إن شاء الله خلينا دل هاي الأيام لسه فيك نسمة حلوة لسه الشمسة متطلع اليوم هايك في قدرة إلهية عم تراعي الظروف الاقتصادية اللي نحن عم نعيشها ولكن نحن اليوم بحاجة للمطر كرمال بس الزرعوي المزارعين حسان الجردي عن طقصنا خلال الأسبوع القادم سعد صباحك أستاذ حسان صباح الخير سعد صباحك صباح الخير يسعد صباحك أستاذ حسان يعني مثل ما ذكرنا تعودنا دايما كل ثبت نعرف إن حضرتك كيف عم تكون درجات الحرارة بمحافظتنا السورية خلينا بداية نعرف درجات الحرارة كيف عم تكون أحوال التقص هل في منخفضات بالأيام القادمة شو بتخبرنا عن الموضوع صباح الخير الجديد لإليك للأخبارية السورية بفق العام اليوم في استقرار مؤقت بالحوال الأزوية خلال 24 داعة القادمة بعد تأثرنا بمنخفة جو يعطى حطولات مطرية بمناطق متفرقة من البلاد الحرارة بشكل عام هي أعلى من المعدل يعني من 2 إلى 4 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن السورية الاسنان عم نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفة جو صفحة ترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا بشكل عام الأجواء اليوم تكون غائمة جزئيا بمختلف المناطق على امتداد الجغرافية السورية تتحول إلى غائمة أحيانا لتصبح الفرصة مهيئة بإذن الله تعالى خلال ساعات بعض الظهر لهطل زخات من المطر بدءا من المنطقة الساحلية خلال ساعات الليل التي يمتد الهطل تدريجيا إلى المنطقة الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الشرطية والجزيرة تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا خاصة بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السل بشكل عام خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية كما يحذر من تشكل الضباب بالمنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية والبادية مع ساعات الفجر الأولى وخلال ساعات الليل هلأ بشكل عام نحن مع موعد مع المرخفة الجوي مرخفة الجوي عم يكون من المتوسط إلى شديد الفعالية بيبلش خلال ساعات مساء هذا اليوم بدءا من المنطقة الساحلية بمتدل الشمال الغربي خلال ساعات الليل وصباح الباكر مثل ما ذكرت له طولات تكون بالشمال الغربي بأجزاء من الشرقية من الجنوبية من الجزيرة أجزاء من المنطقة الوسطى بيستمر معنا تقريبا 48 ساعة يومي للأحد والإثنين بفعالية تكون متباينة بشكل عام ولكن توصيفه هو من المتوسط إلى عالي الفعالية بشكل عام ستكون متكامل العناصر فينا نعتبره كمرخفة شتوي رقم واحد بهيدا الموسم الشتوي كونه متكامل العناصر من ناحية الهطول المطري والانخفاض بدرجات الحرارة والنشاط بسرعة الرياح رح نلاحظ نشاط بسرعة الرياح نهار بكرة بأغلب المناطق الرياح رح تكون معتدلة الحرارة والهبات رح تتجاوز الـ 75 كم بالساعة ببعض الأحيات هلأ بشكل عام في انخفاض على درجات الحرارة الهار بكرة والحرارة رح تكون للهار بكرة حول المعدل أو أدنى المعدل بقليل ولكن الانخفاض الثاني رح يكون يوم الاسمين اللي هو رح يكون بشكل عام هو الزروة المخفض بالنسبة للبرودة والانخفاض بدرجات الحرارة رح تكون الحرارات أدنى من المعدل تقريبا بأغلب المناطق من 1 إلى 3 درجات مئوية أجواء رح تكون باردة نلاحظها خلال ساعات الليل تحديدا بالمرتفعات الجبلية بشكل عام الأجواء باردة بمختلف المناطق ولكن البرودة بشكل أكبر رح نلاحظها خلال ساعات الليل ومع ساعات مساء يوم الاسمين اللي هو بيكون وقت التبريد الأعظمي بهذا المخفض نتيجة الكتلة الهوائية الباردة اللي عم ترافق هيدا المخفض ومرطبة هي فأمدن بيكون في احتمال لتساقط سلوج عم المناطق المرتفعة المرتفعات الجبلية العالية لارتفاع اللي بيزيد عن الـ 1900 متر تحديدا يعني المرتفعات الجبلية العالية في احتمال يكون في عليها هطل السلجي مساء يوم الاسمين إن شاء الله ولكن الهطلات بشكل عام ستتصف بالغزارة بمختلف المناطق نتيجة الغزارة بالهطلات دائما منحذر من تشكل السيول بالمناطق المنخفضة بالمديان بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية على وجه الخصوص خلال فترة المنخفض لهن يومي الأحد والاسنين انخفاض برؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب الضباب اللي ذكرناه وبيضل احتماله موجود معنا خلال الأيام القادمة تحديداً ببعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر منحذر تدني بدرجات الحرارة خاصة يوم الأسنين تحديداً خلال ساعات الليل والمساء رح نلاحظ الفروق واضحة بدرجات الحرارة تحديداً المرتفعات الجبلية ممكن درجات الحرارة تدني مع ساعات الحجر الأولى للدرجة واحدة أو صفر درجة مئوية فبشكل عام نحن مع الموعد مع منخفضت جوي متكامل عناصر هو خلال اليومين نهار الأحد والأسنين بيأدي إلى هطولات متميزة إن شاء الله بسرعة الرياح الخفاض بدرجات الحرارة إن شاء الله بتكون أنبار خير ورحمة على بلدنا الحبيب سوريا مثل ما عم نسمع أستاذ حسان اليوم نحن على موعد مع منخفضت جوي بيئة الأيام القادمة يا رب تحمل كل الخير لسوريا الحبيبة إن شاء الله هيك نحن تكون مطر خير علينا يتبلش من قلوبنا وهذه كيفية عم السلام والمحبة شكرا لك أستاذ حسان الجوردي المتنبئة الجوي ونحن مكملين بصباحنا لليوم ووصلنا للفقرة الاجتماعية التربوية النفسية ودائما ضمن صباحاتنا تقريبا من 40 يوم لليوم نحن عم نضوي على فكرة الصدمات عند الأطفال واليوم نحن عم نعيد بهذه الفقرة لأنه هي فقرة جدا حساسة ومفروض الأهل ينتبهوا لأطفالهم بهذه الفترة المشاهد اللي عم نشوفها على شاشات التلفزيون على مواقع تواصل الاجتماعية حتى حديث اللي عم نسمعه الأطفال من خلال روحتهم على المدرسة عم تكون جدا تأثيرها سلبي المشاهد تدمي القلوب المجازة الوحشية اللي مرأت بفلسطين هاي الصور حملت أرشيف كتير كبير للأطفال مفروض هذا الطفل يكون فيه رعاية من أخصائيين رعاية أبوية في حال نحن شكينا أن هذا الطفل بلش يدخل تحت صدمة نفسية بسبب الأحداث أو الصور اللي عم بيشوفه لأنه في حال ما كان في متابعة هذا الشي رح يتصدر معه للمستقبل ولفترة الشباب أكيد يا رشال لازم نهيئ اليوم أطفالنا للتعامل مع أي أزمة ممكن تصير معهم ودائما يمكن بأوقات الأزمات والحروب للأطفال هنون الأكتر فيها تأثرا ممكن تتأثر الصحة النفسية عندهم هن هي الصدمة ممكن تأثر على الطفل بشكل كبير ممكن أطفال ما يعرفوا عبروا عن الشي اللي عم يحسوا فيه ومن نفس الوقت أطفال ممكن نلاحظ عندهم وهذا الخوف الموجود أكيد رح نضوي مشاهدينا ضمن فقرتنا النفسية على الاضطرابات النفسية اللي ممكن تصير عند هدول الأطفال واضطراب مع بعض الصدمة استفسارات كتيرة وأجب بعديد رح تخبرنا عنهم دافتنا لليوم الاختصاصية التربوية ربانا سهري صحة صباحة أهلا وسهلا فيك صباحكم صباح خير يا ربا صباح خير كيفك اليوم طوام إن شاء الله دوم يا ربا هيك كون خير علينا وعليكم على الجميع إن شاء الله ربا اليوم عم نحكي عن مفهوم الصدمات النفسية وعند الأطفال ومثل ما ذكرت بي المقدمة أنه نحنا عم ضوي جدا على هاي الفكرة لأنه اليوم نحنا بمرحلة جدا صعبة خلينا بداية نعرف بالصدمات النفسية طبعا نحنا متل ما بنعرف أي شي بيتجه نحو العنف أو شي بيدمي القلوب نحنا بدو يأثر فينا سواء كبار أو صغار فما بالك بهذا الطفل الصغير الاضطراب النفسي دائما هو عبارة عن خلل أنا هذا الخلل صار معي بنفسيتي البشرية لأنه صار عندي كبني آدم أنا شفت مشاهد مروعة شفت شي كارثي هذا الشي الكارثي انتقل للدماغ الدماغ ما عاد عنده قدرة حتى هو يضبط أو يعمل المشاعر يعني هو أنا بدي أتعاطف مع الآخرين ولا أنا بدي خاف ولا بدي أهلع ولا بدي انذعر ما بيعرف الدماغ بقى ما أنه قادر تلبي يحلل بقى هاي المشاهد النفس البشرية صارت المشاعر فوق تمام فالنفس البشرية هون صار فيها اضطرابات ليش؟ لأنه التغى دور العقل صار دور المشاعر صار دور العاطفة هون اشتغلت العاطفة بس فصار فيه اضطراب فهذا اسمه خلل خلل تفكيري خلل نفسي عبارة عن تلقي صدمة هاي الصدمة عملت لي خلل فصار اسمه اضطراب نفسي هذا الاضطراب النفسي طبعا يترافق بآثار سواء نفسية أو آثار فيزيولوجية جسمية بتظهر طبعا أنا ما فيني أحصر بس بالأطفال ممكن تكون بالمراهقين فيه ممكن تكون بالكبار بس هي بتأثر بطريقة بصورة خاصة بطريقة مخيفة على الأطفال ليش؟ لأنه الأطفال هني يعني العضو الحساس عننا هني أكتر ناس ممكن يتأثر يعني انتي إذا زعلت ابنك بدأ يبكي يمكن ينزوي فما بالك إذا شاف شي مخيف أو مشاهد قدامه أنه طفل عم يشيلوه من تحت الأنقاض يعني نحنا كبار نحنا كبار وقت عم نشوف هاي المشاهد عم نقول يا ربي دخيلك يا الله ما تجربت بهذا الموقف طبعا يعني نحنا منحط حالنا محلن أنه أنا يعني عم شوف مرة عم تركض بأولادة عم قول دخيلك يا ربي أنه عن جد الأم ما بقى بيهم حاله بتمنى يكون إليه جناحات وتحتضن أولادة ولا لا يصنونه فما بالك بهذا الطفل نحن هون أمام كارثة إنسانية صحيح أمام كارثة حقيقية ليش؟ لأنه الطفل عايش بهي الحياة على شي اسمه أمان هو عم يشوف هاي المناظر هو عم يفقد أول عنصر واللي هو الأمان يعني الشي اللي عم يشوفه إذا غمض عيونه عم يكرره هو لأنه الطفل بيحفظ الذكريات المؤلمة نحنا ككبار مننشغل بحياتنا مننشغل بالأعمال اللي يمكن أنا وعم أطبخ الطبخة فكر بهاي فكر بهاي فكر بهاي شو بدي أعمل هلا بدي حط ملح بدي الطفل ما عنده شي ينشغل فيه يعني حتى ممكن الآثار النفسية بالاضطراب اللي يصار معه ممنوع يمكن ما يلعب حتى يمكن يكره الألعاب يكره أي شي ما عاد حسب الأمان هو فعمليا هذا الطفل صار عنده تشوه نفسي جوه خلل ما عاد يتصح إذا ما أنا رعيته كأسرة إذا ما كان فيه حدا أخصائي عن جد نحنا طائما نحنا شفنا هاي الآثار شفنا هاي الآثار يعني عم نشوف بأولادنا تشوفي أي حدا مثلا جاي من المدرسة ماما اليوم نحنا عملنا عن فلسطين وأنا بدي أحفظ شعر عن فلسطين وكذا مشاعرية عن فلسطين يا حرام يا ماما يا حرام الأطفال ما عاد عندهم بيوت وما عندهم أكل ما جابوا لهم أكل بتصيري أنت شو بقبضك تشيبيلو للطفل أي شي ممكن يطمأنو لا ماما أكيد رح يجيبو لهم أكل وكلّياتنا معهم ونحنا منحبهم ونحنا رح ندعيلهم طمأنة بس هيك لنهدي شوي مشان لا يصير أعثار سلبية لأنه صار يعني ولده ديك اليوم عم تقلي أمو أنا ابني عمي كوبس عم يقلي صار حرب وهو نايم صار عمي كوبس أنه ماما نزلت القذيفة ويمكن ربا يعني بطول الحديث عن هاي المشاهد المؤلمة ويلي عم تأثر بكل حد فينا وتحديدا الأطفال يلي عم نركز عليهم اليوم ضمن محطتنا طيب خلينا نحكي شو هي المشكلات إن كانت نفسية أو حتى جسدية ممكن تصيب هدول الأطفال نتيجة الأزمات والحروب نحنا هاي المشكلات شو هي شو هي السلوكيات كيف ممكن نلاحظها ممكن نحنا أوقات ما نهمل أولادنا ونكون مشغولين بالحياة ما ننتبه أنه صار عندهم سلوكيات معينة خلينا نوضح هذا الموضوع شوفي هلأ الاضطراب النفسي دغري بده يأثر أول شي على الآثار الفيزيولوجية يعني أنا بدأت ظهر على ابني شي جسمي واضح بعدين الشي النفسي بقى بيأثر بطريقة تعامله معي شو طريقة التعامل هلأ أول شي رح نحكي على الآثار الفيزيولوجية بتكون واضحة جدا مثلا أنا كطفل تعرضت لأي صدنة نفسية أنا بصير عندي تشنجات بصير عندي حركات لا إرادية وممكن إبكي فجأة القلق النفسي اللي ممكن يأثر على الطفل يمكن يعمله تبول لا إرادية تمام مو ضروري وهو نايم تبول لا إرادية يمكن هو بدون ما يحس وهو فايع ممكن يتبول تبجو الشي الشائع أكتر عم تلاحظه بهذه الفترة كاختصاصيين تربوين هلأ عم نلاحظ الأشياء النفسية أكتر شي عم نلاحظ الأشياء النفسية أنه الطفل اللي عم يصير عنده اكتئاب قلق زعر هلع خوف من أي صوت هو متأهب دائما أنه ممكن يصير معه نفس الشيء إحساس أو شعور بالزنب أنه أنا إلي زنب بهذا الشيء اللي عم يصير معقول أنه فيني دافع بحساس أنه هو إله علاقة وإله إنه أنا ممكن فيني دافع روح أنا روح يعني أنا بحس حال أمام مسئولية طبعا أنه أنا فيني روح أنا بدي قتل إسرائيل هنين فكرين إسرائيل أنه شخص واحد أنا طفل قال لي أنا بدي روح قتل إسرائيل فأنه أنا هم فكرت له اسمه أس إنه شخص واحد فهذا دليل أنه ما في واعي من الأهل يوم مفروض الأهل يحكوا قديش لازم يكون في هذا التفاهم أهم شيء أهم شيء أنا أي شيء نفسي بأسر هلأ شوفي أنتي إذا عنفت ابنك يومين وراء بعض ممكن يقطع الكلام يقطع الأكل وصير عنده اضطرابات نوم تمام؟ أكيد يعني هلأ مو نحكي عن جيلنا نحن يعني نحن نحكي عن حدا بريء كتير فنحن عمليا اضطرابات الكلام اضطرابات النوم اضطرابات الشهية هي كتير شائعة هلأ يعني بتحسي إنه ماما أنا ما بدي أكل يعني تبعوا الفلسطين ما فيهن عم يأكلوا إنه خلص ماما هنين عم يتبخولهم ما شفت عم يتبخولهم جمعيات وفيه شيء ناس مختصة إنه انتي بدأك تضلي تطمئني بدأك تضلي تحكي بنفس الموضوع بس لحتى يروحوا الآثار السلبية ليش؟ لأنه فيه مجتمعات عم تحتك فيها الطالب يعني أنا ابني عم يروح المدرسة عم يصير أحاديث شفتوا مباري شفتوا شو شفتوا الولد هتاك شفتوا البنت هنين عم يشيلوها شفتوا إنه يا حرام ما عندن أكل هداك ماسك ابنه هو ميت وراكن يعني عم يجيبولي أخبار أنا ما نمشاهل خلينا نركز شوي على موضوع الآثار اليوم وقت الطفل أنت عم تقولي أنه من تعنيف إن كان جسدي إن كان نفس اليوم بجوز طفلي ورفوت بموضوع التأتأة في الحبسة الكلامية ممكن تكون مؤقتة ممكن تستمر معه إذا ما كان في دراي كاملة من الأهل أنه اليوم طفلي أنا بيحاجه لأخصائي أدي اليوم علاقة المشاهد العنيفة بموضوع الحبسة الكلامية والتأتأة للأطفال طبعا هلأ نحن أي طفل بيصير عنده إيا حالة خوف بالحالات العادية من دون ما نحكي عن حروب هلأ شايفين نحن بقالنا تقريبا شي عشر سنين إذا عشر سنين يعني عنا آثار حروب وصراحة كتير عالجنا قصص يعني صاير عنده تلعصم تأتأة حبسة كلامية تقطع كلامي كل هذا الشي صار بسبب أثار نفسية يمكن هي مع بعض الصدمة يعني نحن بنسميها صدمة القزيفة يلي هي مع بعض الصدمة أنه أنا عم أسمع أصوات حرب أنا حاسس بعدم أمان هاي التأتأة أو التلعصم أو الحبسة الكلامية طبعا الحبسة الكلامية غير التأتأة لأنه التأتأة هو أنا قادر اسمعك وقادر عبر بس ما فيني في عندي تقطع بالكلام أو تكرار بعض الأحرف أو ممكن أحرف العلم ممكن تطيل معي يمكن أنا أفتح تمي بدي أحكي في التقطع هوائي بعدين أنا بدي أحكي معك الحبسة الكلامية هي ممكن أحذف كلمات تمام؟ هذا كل يعته أعثار نفسية يعني شوفي أنت وقت تروحي عند الأخصائي تبع اللغة أو التخاطب بيقلك شو ساير معهم؟ ضغري مؤقت اليوم هاي الحالة؟ طبعا ممكن تكون مؤقتة طالما فيه أخصائيين وطالما فيه رعاية نفسية سواء أسرية أو رعاية مختصين أكيد نحن ما فينا نقول في شي دائم طالما فيه رعاية وطالما فيه عقل مدبر وطالما فيه حدا مهتم دائما نحن ندعي الأهالي دائما للاهتمام يعني أنا ما في داعي ضل حاطة على الأخبار قدام أولادي فيني أحضر نشرة الأخبار أو الأخبار العاجلة بعد ما يناموا الأولاد أو بفترة غيابهم لحتى أنا هاي التأتأة أو التلعسل أو الخوف اللي عم يسبق يمكن هو ما عنده تأتأة بس يمكن صار عنده هذا التقطع الهوائي بسبب حالة الخوف والهلع والتشنج ما هو تشنج عضلة الحجاب الحاجز مسؤول وانتي وقت بتحكي بيطلع الحجاب الحاجز وبينزل تمام الحبال الصوتية الحبال الصوتية هي عبارة عن أعصاب متصلة مع الدماغ طب أنا إذا صار عندي تشنج أنا حجاب الحاجز والحبال الصوتية تأثروا عمليا أنا صار عندي تأتأة ممكن تكون هي خرس مؤقت ممكن تكون هي تأتأة مؤقتة ممكن تكون حبسة كلامية مؤقتة بس لازم أنا أعالج سواء نفسيا أو توجيهيا أو أسريا ودور الأخصائي النفسي بحي الأوقات كتير جدا مهم ويبرزوا بشكل كبير اليوم بتلاقي الطفل لما بتعرض لأي مشكلة أو حتى مطفل يمكن الأشخاص الكبار بالعمر بيحبوا أنه يحكوا لحدا يدعموه يوقفوا جنبه ويسمعوا له ولكن اليوم بتلاقي فيه أشخاص ما بتحكي يعني ممكن نضطر نحنا نروح للأخصائي النفسي ويمكن حياتنا ما فيه هاي الثقافة اليوم والوعي أنه أنا بدي روح أحكي للأخصائي النفسي فيه خوف بتلاقي اليوم هاي الثقافة موجودة أم لسه الناس بعيدة عنها صراحة نحنا بحاجة لأخصائي النفسيين صراحة نحنا تعبنا كل يارتنا كبار وصغار يعني أحيانا ممكن أنت تتعرضي لمشكلة تحتاجي أنك تفطفضي لحدا بس للأسف نحنا بمجتمعات ما فينك تفطفضي لحدا يعني أنا يمكن كون متضايقة من رشا وبيدي أحكي لك تمام إنتي يمكن أنا إذا حكيت لك يمكن تروح تقولي لرشا فما في أمان ما في أمان ما في أمان فنحن بحاجة هذا الشخص الملاك يعني الشخص الإيجابي بحياتنا مو موجود فنخلي هذا الأخصائي النفسي موجود وهو شخص إيجابي يعطينا الحل هو دائما موجود طبعا هو موجود نحنا خلينا نروح لعنده خلينا نستشيره هلأ نحن دائما لازم يكون عندنا شيء نفسي بريحنا يعني الأشخاص هلأ نحن محاطين بالسلبيين يعني أي حدا بتحكيله أي شيء دغري بأه خلاصوا له كلياتنا متلك يوم في تراكمات روبا اليوم وحدا بيقول لك كلمة طنشي أو روحي لعدم المبالات أو لا تفكري أو شغلي حالك بإصاصة نيا جماعة اليوم في تراكمات بالنفس البشرية بالروح البشرية اليوم يعني يعني مروح لجملة ما حدا حاسس فيني اليوم ما في داعي هاي الكلمة أنه طنشي لأنه اليوم لو القصة بتطنش ما كنا وصلنا للأخصائي النفسي بس اليوم الأخصائي النفسي لمين بالجاء أخصائي النفسي ما في داعي يرجاء لحدا ما هو أخصائي نفسي هلأ أنا شوفي أي شيء بالعالم ما في نشكي لحدا ليش؟ لأنه عندي من الزكاء العاطفي ما يكفيني يعني أنا خلص أي شيء بتدبره فورا فكر فيه بشكل بذكائي العاطفي مشاعري مبطل على فوق يعني أنا إذا داعي أتمنى أن أتحكم المشاعر خليها متوازنة عنها وأي مشكلة أنا بدي يكون عندي هذا الذكاء بالتعامل يعني بدي يكون أنا أنا مثلا من يومين متعرضة لصدمة نفسية كبيرة تمام بس ما أحد أحس يعني هي قاسية جدا علي صديق إليه كذا كذا سنة وصار فيه أنه شيفا أنه صدمة صدمة أنه أنا كنت أحاسي أنه هذا الشخص كتير كويس وفجأة أتضح لي العكس طيب تمام فأنا هون ما اتجهت عند أخصائي نفسي وما أجي تقلت لك رشا وما أجي تقلت لك أنا خلص هذا حدث صار بيتمرأ مثله مثل غيره وأنا متابعة حياتي بالنهاية نحنا عايشين بمجتمع يحتاج إلى إنسان سليم إنسان قوي إنسان مخضرم صراحة بالحياة ما بقى أداني سبتلا لسليمين بالمجتمع يا ربا والله كتير نحنا لو ما ننا مخضرمين ما ننا عايشين بس نحنا اليوم يعني نحنا اليوم مو بس بعم نحكي اليوم بفقرة اليوم إنه نحنا عم نحكي عن المشاهد والأحداث بفلسطين نحنا كم عنا مثل ما ذكرت حضرتك إلتي نحنا عنا اليوم كم هائل تراكمات 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 13 سنة مضت على سوريا تراكمات 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 زائد اليوم الظروف يلي عم أنت تعيش فيها الاقتصاديا اجتماعيا أخلاقيا وغيرها يعني فاليوم ما نجد نحنا بحاجة دائما لبرك لأنفسنا يعني بعيدا عن موضوع الأطفال وخلينا كمان روبا يعني عم نحكي عن الصدمات وممكن ذكرت رشا أنه مرنا بسنوات حرب وفعلا يمكن تبعات هاي الحرب عم تكون أصعب على الأطفال خلينا نحكي هون ممكن يظهر مصطلح اتراب ما بعد الصدمة خلينا نحكي عنه ونتعرف عليه كيف ممكن يصير وكيف ممكن نعالجه اتراب ما بعد الصدمة دائما بيصير بعد الحروب بعد يعني بعد ما صارت مثلا أزمة مثلا مبارح المسا صار عندنا مثلا قذائف أو شي بيصير عنده الطفل هذا الشعور ممكن تكبر معه للمستقبل تأثر على حياته الشخصية على حياته العملية بشكل عام صراحة نحنا كمجتمع شفنا نماذج شفنا نماذج تمام يعني صار عندهم اضطراب ما بعد الصدمة هذا أصعب لك وشفوا منه صراحة شفوا منه ليش نحنا عمليا عايشين ببلد دائما على يعني حرب على قدم وساق ما شاء الله يعني نحنا مثلا بأحد المساءات كنا عمنا كل بوزة وفجأة صغطت قذيفة قدامنا ايه شو صار بأولادي الصدمة مع بعض الصدمة لسه يعني صدمة ولسه مع بعض الصدمة لسه يعني صدمة ولسه مع بعض الصدمة يعني نحنا يوميتها ما قدروا يناموا شو اسمها هاي هي اسمها اضطرابات مع بعض الصدمة يعني هنو بيعرفوا في قزائف وبيسمعوا بس انه هنو اليوم ميحضروا هاد المشهد ايوه صار شي حقيقي صار شي حقيقي تماما يعني مؤكان بروفة حقيقية هذا الاضطراب بيأثر بنفسي طول الطفل ممكن يعمل عنده خوف اضطراب نوم ممكن يعمل عنده اكتئاب يمكن هو عنده احساس بعدم الامان شو الاكتئاب يعني انا حاسس انه ماني منيح يعني انه في شي حوالي ما بيحسسني اني منيح وبنفس الوقت انا حاسس انه ما في امان يعني انا باي لحظة ممكن يصير نفس اللي صار وممكن يتكرر يعني ممكن نام احلم بنفس اللي صار معي يعني الذكرى المؤلمة سوف تعاد في النوم اصلا هذا ممكن يأثر بالشخصية يعني ممكن يصير الشخص متردد نوعا ما ممكن يصير عنده مؤطراب كلامي بغض النظر عن انه ممكن يصير معه تقطع كلامي للمحمة ليش هذا اثر نفسي يعني انا عم احكي معك ممكن اقول لك ابدلك مثلا الراق اقطشا تمام تحسي انه ليش هيك عم تبلع الحروف هاي اثار نفسية انا ما فيني اكشفها لحتى تيجي الصدمة وتخلص منها طيب ربا خلينا من ما نروح لي ما في داعي نصل للصدمة اليوم هذا الطفل مثل ما هو امان اليوم احنا مفروض نحافظ على ارواحنا واروحه خلينا نكون بواعي اكثر خصوصا بضمن هاي الازمة اللي عم من عيشة نصائح اليوم ونحنا كيف قادرين ونجهون صح ناخذن للنقطة الايجابية شهائت لا تقولي من اثار صدمة نجهون صح ايجابيا للمشاهد اللي عم يشوفوها نعمم عندهم ثقافة القضية الفلسطينية ثقافة المقاومة واليوم انه نخليهم يروحوا بشيء ايجابي نكون نحنا محاطرون لما في داعي نحنا نصل لمرحلة المابعد الصدمة يعني طبعا هلا عمليا نحنا عم نقوم بدورنا والمدارس عم تقوم بدورا يعني نحنا اولادنا جايين عم نحكول مع القضية الفلسطينية لوحدهم الحمد لله يعني عمنا هذا الشعور نحنا اصلا نحنا وطنيين وقوميين ونحنا عنا الثقافة القومية موجودة قبل الوطنية يعني انا قبل ما كون سوري قضيتي فلسطين انا قبل ما كون سوري انا كمواطن وبنفس الوقت اولادي وهذا الشي انتقل جدا عن اب عن جد عن اب يعني كل لياتنا بنفس الوتيرة كنا عمليا نحنا كيف انا بدي دخل لابني انه هاي المشاهد اللي عم تشوفها هي حرب حاصلة مؤقتة يعني وبنفس الوقت هنين بإمكانهم هدول يروحوا على اللي منسميها ملاجئ مهنة كمان في حدا بيرعاهن بالنهاية هيحربوا بتخلصوا انا قدر الامكان قدر الامكان هلا نحنا كشاشات تلفزة ما كتير عم ينقلون لنا المظاهر اللي كتير يعني عم يتعتموا شوي على الحرب اكتر من هيك بكتير اكيد بس هنين ما قادرين حتى يوصلوا للمشاهد اللي نحنا بتخوف اطفالنا او بترعبون قدر الامكان انا ببعدهم عن هذا الشو قدر الامكان انا بكون محسستهم بالامان قدر الامكان الرعاية النفسية يعني انا قديش قاعد انا وولادي وقديش فيه ثقافة منزلية وقديش انا بدي احكي انه الحرب هي لا محال لا محال موجودة انا ما فيني الغي الحرب بس انا بدي الغي اثاره يعني انا حسسوا بالامان انا بالنهاية بحاجة لحتى كون اوي قدامه ما اضطرب ما كون ابدا عندي اي ردة فعل هلأ نحنا دائما بحس بالفرح انه او صار في صار او برافو كذا خلص حسسوا انه فيه انتصار يعني نلعب على موضوع النفسي خير الشر اليوم فعمليا نحن عايشين بمجتمع هذا هو انفرض علينا خلينا نكون اقوى منو خلينا نكون وعيين اكثر وخلينا نكون دائما موجهين بطريقة ايجابية اكيد يعني معلومات جدا مهمة قدمتها اليوم ما رح نضيف عليها الشي واكيد نتمنى من كل اللي طابعونا يكونوا استفادوا الاختصاصية التربوية ربا ناصر نورتينا شكرا يا ربا صحيك واندائما ان شاء الله هيك يكون لقاءاتنا لنحكي عن شيء الاجابي شكرا لحضرتك شكرا لاجابي احنا اكيد مكملين وحروح للفقرة الاخيرة وحروح للمساحة القانونية ولكن بعض الفاصل وسلم معكم مشاهدين لفقرتنا القانونية وللأسف يعني ما زالت الحرب مستمرة على فلسطينة وقطاع غزة وبظل الانتهاكات الفاتحة يلي عم يمارس الكيان الصهيوني بحق المدنيين بحق الاطفال الكوادر الطبية الصحفيين للأسف ما عم يميز بين البشر والحجر بالرغم من وجود القانون الدولي الا انه تساؤلات كثيرة وان القانون الدولي الانساني حول هذا الموضوع وين الضمير الانساني يعني استفسارات كثيرة يا رشا واليوم في تعطين وصمت قانوني قانون ولكن اليوم عم نشوف هذه الانتهاكات الموجودة بفلسطين وعم نشوف اليوم نص للقانون الدولي الانساني اللي بيلزم هذا القانون بحماية المدنيين الموجودين بغزة حماية الاطفال وحماية كل شخص اليوم هو بعيدا عن ساحة النزاع وهو ما نحامل سلاح اليوم عم نشوف المدنيين عم تستشهد اليوم عم نشوف المجرحة عم نشوف المشردين بالشوارع اليوم القطاعات الطبية خارج الخدمة بغزة اليوم المدارس خارج الخدمة بغزة اليوم السؤال بديهي وين القانون الدولي الانساني هل مفروض يكون يطبق فقط للمصارح الغربية ليش عم نشوف اليوم عم يطبق بالانتهاكات اللي عم تصير بفلسطين رح نحكي اكتر عن هذا الموضوع القانون الدولي الانساني النص واليوم من نجهة القانون شو عم بصير بفلسطين خلنا نشوف اليوم ضيفنا شو حيخبرنا اكتر وضيفنا لليوم هو الأستاذ المحامي محمد المهدي سعد صباحك سعد صباحي كيف تستاذ أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد صباحي خلينا أستاذ محمد بداية نتعرف نحن والمشاهدين على القانون الدولي الانساني أبعاده ومتى يستخدم بالبداية بنا نترحم على أرواح الشهداء من المدنيين والأطفال اللي عم نشوفهم نحن اليوم بحرب غزة نحن اليوم أمام إحصائيات جدا مرتفعة من الشهداء وصل يعني هلأ نحن عدد أربعين ألف شهيد منهم خمس آلاف من الأطفال على مدى أربعين يوم نحن مرينا فيهم بس هلأ نحن من بداية الأدوان على غزة بمساحة قطاع غزة هي مساحة صغيرة تعتبر جغرافيا هي مساحة غزة هي تعتبر ب 360 كم فقط القانون الدولي الانساني نحن إذا نعرف القانون الدولي نحن من بداياته هو كان بداية قبل ما يصير فيه له تعريف تعتمده منظمة الصليب الأحمر كان هو عبارة عن اتفاقيات وأعراف التطبق هذه الاتفاقيات والأعراف على كل طبيعة نزاع بنزاعة ما كان فيه قواعد مقننة للقانون الدولي الانساني مع مور الوقت ومع الاتفاقيات جنيف من بدايات 1846 لتاريخه على عدة اتفاقيات اعتمد اتبنى الصليب الأحمر التعريف للقانون الدولي الانساني نعم هذا الكلام بيشمل العديد من الأشخاص اللي بيشمله يعني هو بيشمل الأطفال بيشمل النساء بيشمل حتى الجرحة اللي كانوا عم شاركوا بالحرب لكن هو هلأ بوضع صحي معد هو مشاركوا بالحرب صحيح انساني حما النازحين وحما اللاجئين ببلد اللجوء أو ببلد النزوح اللي هن كانوا فيه نحن في عمنا فرق بين الناجح وبين النازح وبين اللاجئ النازح هو اللي ما غادر بلده لكن انتقل هو من مكان لمنطقة أما اللاجئ هو اللي راح على بلد تاني للأمان تعريف القانون الدولي الانساني مثل ما حكينا نحن هو بديو يحمي الأطفال بديو يحمي المدنيين عم نشاهد نحن اليوم ما في تطبيق لمدى التعريف بفعالية خاصة نتيجة نحن ضرب المشافي ضرب المراكز الإيواء عم تكون مدارس أو عم تكون أي شيء عم يروح المدنيين هروباً من الحرب تماماً اللي هنم فيها مدى نطاق ويال لازم نحن عمنا أنه يتطبق القانون الدولي الانساني على النطاق الأوسع من حيث نحن دعم الدول المشاركة بالقانون دولي انساني نحن اليوم عمنا معظم الدول هي موقع اتفاقيات الدول اللي بتنضم القانون دولي الانساني هي بتنضم عن طريق توقيع الاتفاقيات أو المعاهدات بين الدول والأخرى وقت اللي بدنا نكون نحن أمام مشكلة بالقانون دولي الانساني المفروض نحن نتفعيل ما يسمى الولاية القضائية العالمية الولاية القضائية العالمية بأنه نحن وقت اللي بصير في عمنا انتهاك للقانون دولي الانساني لازم نحن الدول كلها تخرج عن الولاية القضائية المحلية بشكل عام نحن الولاية القضائية المحلية نحن منطبق مثلا لدولة سورية شو يعني الولاية؟ خلينا بس أستاذ محمد أكتر نشرح يعني شو عن كل حدا ما شوفنا يكون المعلومة مبسطة الولاية القضائية نحن مثلا لدولة معينة أنه نحن منطبق القانون نحن السوري على الأشخاص السوريين بحال ارتكابهم جرم أو على الأشخاص حتى غير السوريين بحال تم ارتكاب شيء من الجرائم على الأراضي السورية أما بالقانون نحن القانون دولي الانساني نحن المفروض نكون بتفعيل عملي مركزي أمام ولاية قانونية ولاية قضائية عالمية أنه نحن الدول المشاركة بهالاتفاقيات وبالقانون الدولي المفروض هي تلاحق مرتكبين هاي الجرائم أو الانتهاكات للقانون الدولي الانساني أينما وجدوا لومها كانت طرف بهالي الحرب أو الاعتداءات نحن عم نفتقد هلأ التفعيل المركزي لهذه الولاية يعني وهي أحد الأسباب اللي نحن عم نشوف الاستمرار بالانتهاكات وبالاعتداءات اللي عم تصير تمام أستاذ محمد خلينا نحكي عن عواقب الانتهاكات لهي القوانين وكيف عم تكون الانتهاكات اللي عم تصير نحن وقت اللي اليوم عم نشوف هاي الانتهاكات طبعا الانتهاك القانون الدولي الانساني هو بيتعرض لعدة نقاط نحن اليوم خصوصا بحرب غزة بالاعتداءات اللي عم تكون على غزة نحن عم نوصل لمستوى جرائم الحرب وقت اللي عم تم الاعتداء على المدنيين بأماكن التواجد تبعهم أو بأماكن الهروب تبعهم أو حتى الاعتداء بحيث انه ما عم يوصل امتعدات صحية أو شيء لحتى التعافي نحن نكون عم جرائم الحرب جرائم الحرب هي المفروض اللي تكون هي اللي عم تتطبق تنظر فيها المحكمة الدولية الجنائية العالمية نتيجة هاي الشغلات اللي عم تصيره نحن اليوم أمام جرائم الحرب بشيء اللي عم سير بقطاع غزة الاعتداء على المدنيين الاعتداء على مراكز العبادة الاعتداء على المدارس اللي عم يكون هي مركز إيواء لهدون الأشخاص اللي مهجرين طيب اليوم أيضاً في حصار على غزة اليوم المواد الأولية كانت تطبياً مانا موجودة غذائياً مانا موجودة اليوم عم نشوف اجتماعات دولية لدول كثيرة لمناقشة ادخال مساعدات إلى غزة اليوم هل إدخال المساعدات بحاجة لاجتماعات بحاجة للتصويت بحاجة لأقلام اليوم نحن أمام مشهد يعني خلنا نقول حالة طوارئ موجودة اليوم القانون الدولي هل هو كمان نص انه بفرض الحصار على غزة ما يكون في إدخال مساعدات وبحاجة لتصويت وبحاجة لاجتماعات أبداً بالنسبة للقانون الدولي الإنساني نحن أمام مواد مقننة واتفاقيات ومواهدات دولية بين تقريباً 196 من دول العالم يعني غالبية دول العالم متفقة على موضوع القانون الدولي الإنساني نحن عم نفقد الفعالية المركزية لهالقانون طب لا يا إستاذ يعني نحن عم نشوفه يطبق الفعالية المركزية لهالقانون نحن عم نفقدها نتيجة عدة أسباب هلأ بيرجع أسباب يعني حسب طبيعة النزاع اللي نحن متواجدين فيه طبيعة المكان اللي نحن متواجدين فيه كل هذا الشيء المفروض يتعالج بأنه نحن يتم عمل نظام تعاون دولي بحيث يطبق هذا الشيء بشكل فوري ومباشر بشكل فعال نحن مالنا بحاجة اليوم لاجتماعات لحتى تنصلنا قوانين ولا تعطينا اتفاقيات الاتفاقيات مقننة وجرائم الحرب معروفة ومحصورة ومعددة يعني نحن اليوم بحاجة لحتى بس نحن نطبق هذا الشيء بشكل فعال بشكل مركزي نحن بين الدول مالنا بحاجة نحن لأكتر من هيك اجتماعات لحتى نكون امام حل هالمشاكل تماما استاذ محمد يعني بلاقيك اليوم نتيجة هذا التعتيم والصمت القانوني ما عم يصهر القانون الدولي بمظهر ضعيف تجاه الشيء اللي عم بيصير بالقضية الفلسطينية اكيد هلا نحن اليوم اي شيء بيتم فيه بس الحديث بدون ما نحن نشوف نتائج ملموسة على الارض تماما او نحن نشوف نتائج بشكل كتير مبسط يعني النتائج اللي نحن نشوف على الارض هي ما عم تكون موازية لحجم الكارثة اللي نحن عم نعيشها فنحن بهذه الحالة اكيد نحن نكون قدام مظهر ضعف ومظهر خلل بالقانون الدولي الانساني بطبيعة تفعيله وآلية العمل فيه يعني نحن اليوم بحاجة الآلية عمل اكبر من حجم المشكلة اللي نحن عم نعيشها طيب استاذ محمد خلينا نروح لجنيعي واتفاقية 33 خبرنا عنا اكدر اتفاقية 33 نحن نصيت على انه الاشخاص المدنيين والاطفال والاسرة وحتى الاشخاص المصابين اللي كانوا مشاركين بالحرب وهلأ معد عندهم القدرة على انه يشاركوا هذون الاشخاص محميين بالقانون الدولي الانساني من حيث التعامل من حيث جميع تهيئ الظروف اللي قانون جنيف نص على عدم معاملته الاسرة معاملة سيئة نص على عدم التعرض للمدنيين نص على عدم التعرض للنساء اي شخص لو قادر على حمل السلاح بس هو غير مشارك بالحرب ما يتم التعرض له اليوم نحن هاي الاتفاقية كمان لتلاتة وثلاثين تحديدا نحن ما عم نكون قدام تطبيق إلها بحرفيتها الفعلية قدام نسبة تطبيق اليوم على الأرض استاذ محمد والله ما يعني هذا السؤال كتير صعب يعني الأخبار والشيء اللي نحن نشوفه يعني اليوم كمشاهدين وكرأي عام اليوم الانتهاكات اللي عم بتصير بغزة يعني قانونيا ودوليا يعني مفروض يكون فيه تحرك أكبر المفروض يكون فيه تحرك نتيجة أنه نحن أمام انتهاكات عم توصل لمستوى عم توصل لمستوى يعني كيف بدي إليك عم توصل لمستوى جرائم الحرب بأي جهة أنت عم تنظري لها ومن أي زاوية عم تنظري إلها يعني من حيث أي اعتداء أنا ذكرت لك بالبداية بالأحصائيات أنه نحن خلال أربعين يوم فقط من بداية الأحداث لهلأ العدوان على غزة نحن أمام أربعين ألف من الشهداء هذون الشهداء المدنيين خمسة آلاف منهم أطفال بناسبنا كما بالجهة المقابلة كما نلاقي نسبة النفيف يفوق عدد الشهداء هنا الجرحة هلأ بحالة صحية كمان يعني ما عم يوصلون أدنى وسائل العلاج لحتى يتعافوا إحصائيات كمتفجرات في طون يوميا على غزة فقط تحديدا بالمساحة اللي صغيرة تبعها لتلاتمئة وستين كيلو لكن اليوم عم نحن 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 لا يتجاوز ثلاثمئة وستين كيلو أكيد يعني بياء الخطام الأستاذ المحامي محمد المهدي شكرا كثير لكل المعلومات المهمة اللي قدمت وأكيد كل الرحمة لأرواح الشهداء فلسطين وشفاء للجرحة شكرا إلاك شكرا إلاك أستاذ محمد أكيد شكرا إلاك أستاذ وشكرا إلاك يا رشا وأكيد شكرا لكل القائمين على برنامج صباحنا غير وحلقة صباحنا لليوم وأكيد نتمنى لكم بالأيام الجاية تحملكم كل الخير والصحة ولا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوئيد مع ضيوف جداد وطاقم جديد وفقرات جديدة من هلأ لبكرة ضلوا بخير ضلوا بخير يا هاي شكرا يا رشا ويومكم حلو لكل حدا رفقنا بصباحنا اليوم إن شاء الله قدرنا من خلال هذا النهار نكون نضيف خفاف على قلوبكم وبيوتكم ونقدم لكم الأشياء اللي بتهمكن بحياتكم اليومية كل شكر للكادر الفنيري رفقنا بالكونترول المخرج شعفر أحمد المعدة سلا حلا سلمان وأكيد نتشكر علاوة علاوة فادي وسامي وأحمد المصورين عمار ومهري شكرا للكون لقونا بكرة ومن هلأ لوقتا كونوا بألف خير باي باي